يعني الآن مثلاً هل يُقبل من حزب؟ يحكم الناس أن يُلهم وربما يُوجِّه أيها الإخوة أو يأمر حتى منابره ومن عليها أن يُفهموا الناس أن حل هذه الأزمات يكون بالعود إلى الله يُتقوى الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يُرسل السماء عليكم مدراراً الآيات؟ هل هذا يسوغ؟ هذا خطاب يُقبل من واعظ مسكين لا يدّعي أنه يقود ولا يحكم ولا يمتلك برنامجاً سياسياً أبداً، مقبول منه لكن غير مقبول منك سأسألك كيف؟ طيب كويس، كيف؟ هناك انكسار في التصوّر وفي التنظير يا إخواني طبعاً أنا كمسلم وكإنسان يصدر عن كتاب الله تبارك وتهالى أنا فعني الله وإياكم ورفعنا بكتابه العز الأجل أؤمن فعلاً بأن تقوى الله هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة فعلاً تمتين وتقوية الصلاة مع الله سبيل إلى كل السعادة لكن في إطار ماذا؟ هذا في هذا الإطار فقط كرؤية فلسفية دينية أنا كإسلامي كمسلم عندي رؤية فلسفية دينية في الحياة وفي المجتمع وفي السياسة فقط تقف عند هذه النطق تقريباً ومشاكلها لكن الكيف جواب الكيف يعني فيه جواب ماذا وجواب الكيف سؤال ماذا وسؤال الكيف ما الذي يُنقذنا؟ سنقول لك مثلاً مراجعة أمر الله ماذا صحيح؟ هذه خلفية رؤيوية فلسفية دينية طبعاً ليس فلسفية عقلانية وكذا أهل وسلم كلام صحيح لكن كيف تستحيل هذه الرؤية الفلسفية الدينية؟ طبعاً أقصد الفلسفي شيء كل شامل يعني بدلاً ما نقول أي دلوجي لا نقول فلسفي ديني أو حتى رؤية دينية لا بأس بعض الناس لا يحتمل هذا المصطلحات طبعاً من قلة الثقافة من التصحّر الفكري يخاف من كل شيء يخاف المصطلحات يخاف من كل شيء ليست عنده قوة المعرفة التي تعطي شجاعة المبادرة المعرفية على كل حال الآن سنقول كيف تتحول هذه الرؤية إلى رؤية برامجية؟ رؤية برامجية محددة عندي مشاكل في شبكات النقل في البنى التحتية مثلاً في الاقتصاد في المديونية في في الآخره كيف؟ قل لي كيف؟ لا تقول لي كثرت الاستغفار كثرت الصلاة لا تضحك عليّ عيب عيب أن نمارس هذا التضحك على الناس باسم الدين عيب أيضاً أن نجعل النصب التي ينبغي أن تكون نصباً سياسية نصباً طائفية ما الصحيح اليوم أرى أنا حزباً أيها الإخوة يمكن أن يكون رجالات من رجالات الإسلام الكبار ساهموا وقد يكونون هم الأشخاص الرئيسين هم الأشخاص الرئيسين الذين أسسوا هذا الحزب لكنه حزب النصاب فيه دائماً عند الإختبار نصاب سياسي ليس نصاب طائفي ليس نصاب ديني حتى لا يشق المجتمع رأسياً كيف نصاب سياسي؟ بمعنى هذا حزب عنده برامج واضحة تترجم أشواق الأمة أمان الأمة متطلبات الشعب والوطن لذلك يدخلوا المسيحي واليهودي العربي والعلماني واللاديني والإسلامي والإسلامي من كل التشكيلات والتلاوين النصاب هنا طائفي ديني ولا سياسي؟ سياسي جميل جداً واحد يقول لي وين الإسلام طيب؟ أنت مجنون أنت علماني مش علماني لا أقول لك الإسلام يقبع كمرجعية صامطة خلفية صامطة تعطي رؤية كما قلت فلسفية لإدارة الشأن العام بل حتى لإدارة الحياة لفهم الحياة هذه الرؤية يمكن عبر هذه البرامج التفصيلية المفصلة المترجمة عنها أيها الإخوة التي تتجلى فيها الرؤية عملاً وتطبيقاً وتنزيل وتكييفاً يمكن بعد ذلك أن نبرهن على نجاعة هذه الرؤية أقول والله يا صحيح عجيب هذه الرؤية حين ترجمت في شكل برامج اشتغلت جيداً نفعت نفعت الأمة أنقلت الوطن فأهله وسهلاً إذن بمثل هذا التصور الكوني على أساس ديني لكن لا يكتفى به على أنه جواب لسؤال ماذا؟ وجواب لسؤال كيف؟ ضحك على نفسه